انتظر ككل الوداديين والوداديات ما سوف يأتي في قرار القص خلال 24 ساعة المقبلة الان الامور وصلت الى النقطة النهاية والحكم غالي يزدر خلال 24 ساعة كما قلت في السؤال ديلكم شنو هو الرأي ديلي اللي ممكن يجيبي هاد الحكم انا اقول بغض النظر بتفكير بالقلب كويدادي كنقول انا الكأس ديالي لاني قاش فيها كويدادي لكن عندما كنمشي نفكر بالدهن نخلي العاطفة من الجمد كنشوف بانا قيل الكثير عن التقرير ديال غسامة قيل الكثير عن تقرير ديال احمد دول ديحيا لكن من اللي قرأتهم بجوش كنلقاه هناك اساءة للودادي وهذه الاساءة هذه اسبق لينبهت لها انا حينها كان لك لما توزيق جع يوم الاتنين اللي قبل الاجتماع ديال باريز اجتماع ديال باريز كان يكون يوم اربعة يوم اربعة كان عندي اللي يتكلم معه في الهاتف قلت له ما يلي هو انه لو قد تمشي وتكلموا عند الكوميتا اكزيكوتيف ديالاكاف او في اي هيئة اخرى تكلموا على لافار لافار ماخد دماج لافار جاكلا لافار تعد في قانون الفيفا تعد كمخالفة قانون الجنائي يقصون على ثلاثة هناك المخالفة هناك الجنحة هناك الجناية لغب لافار تعتبر مخالفة يعني خدمته لما خدمتش تكافؤ الفرص اللي كي يقولوها نعم تكافؤ الفرص ولكن لما احترموهاش ايئة بتعتبر مخالفة ما عيوله مع الوداد هو انه قيل فيها انها الوداد قالت بانها لم تغادر الملعب نعم لم تغادر الملعب وهذا متبوت لني قشافي لانك هنا صور لكن حاجة واحدة ما انتبهن شليلها هو انه تونسا مشوكي يقولوه نعم انتم لم تغادروا الملعب ولكن رفضتم استمرار اللاعب والاستمرار في اللاعب او السئنة في اللاعب يعد قوانين الفيفا كأنه جناية لان العملية كلا بنية على كلمة لاعب العملية بيرماتها بنية على كلمة لاعب من اجل اللاعب عندي مئة وسبعين تليفزيون كان بيعليون من اجل اللاعب كان عندي جزء المليار ديال الدولار من فرقها ما بين المستشهرين على كل سالته من اجل اللاعب كتلعب مدة كاملة كان لكومبيتيش في افريقيا مختلف ملاعب من اجل كلمة لاعب والجينة تقول لي الجيناية وانك ترفض اللاعب الان من اللي كنشوف تقرير ذيال غسامة او تقرير ذيال احمد يحياء كاللقى كتجوم لك تقول بانه عند غسامة يقول ان الويداد رفضت استئلاف اللاعب وعند احمد يحياء يقول بانه حسب ما جاء على لسان نصير هو انه ترقى اوامر من طرف السيد الرئيس ذياله سعيد ناصر بعدم استئناف اللاعب ما لم يتم استعمال او اصلاح تقنية طرح هنا اثبات على انه الرجل اعطا تعليمات بعدم استئناف اللاعب ويلاخدوا بهذا الكلام بحناكا وقدينا ما جاء في تقرير ذيال احمد يحياء احمد يحياء فالعقوبة ستكون جديدة على من اعطى الامر وكذلك انه ممكن يستفدوا منا ترجيه تونسي هذا الجانب الجانب الثاني هو انه من ننسوش بانه ما كيش غد تقير ذيال احمد يحياء والديحياء كان كذلك استجوابات اللي دل بها السي ساعد ناصري من اللي جاء عند ميديا ان تيفي في البلطان مع جلال بوزارة قال باننا احنا تلقينا اولا تهديدات ثانيا تلقينا مساومة وسألوا الصحفي قالوا هذا المساومة من عند منجات قالوا من عند الكل بدون استثناء يعني يساوموه انه ما يقدر الكأس للمرة والويداد تقدق سنة المقبلة يعني كأن هناك دراكت على السون هذا الكلام هذا كذلك هناك استجواب لانوار الزين بصفاته كذلك يقول بانه نحن رفضنا استئناف لايه قالوا صحيح قالوا في المغرب ولكن ممكن هديه مستندات ممكن الخاص مع فرش انه الأوراق اللي غايدة بها حنا مشينا المستندات اللي عندنا كانت تتكزوا على الكلام ديال احمد احمد اللي كي يقول الظروف امنيان اللي لن تلقي متوفرة ومشينا كذلك بانه ساعد ناصر اللي تلقى تهديات من الطرف من الدم ويتلقينا كلام نبي ويتلقينا وكذا كذا كذا ونحن لم نغادر الملعب كل اشياء جميلة لكن مقابل واختر ماذا هو المقابل واختر؟ وانه لو قضاة طاس اكتناعوا بالطرح ان الوداد رفضت السئنة في العيب هنا امرته خطر على الوداد خطر على الرئيس خطر على النادي واستفدى ترجي اسبق لي وعطيت اراء يعني مماثلة وكان عندي فيها الحق تذكروا الحكم اللي كان امشاليه المغرب الفين وخمسطاش ضد عيسى حياته من اللي كان استحاد افريقي الكورة القدم فيما يخص المغرب اللي قرر انه ما ينضمش دورة الفين وخمسطاش وقيلة فيها الكثير وجدنا غرامة مالية وجدنا كذا ومشى المغرب معه الطاس حينها قبل من القرار كنت تم استضافتي في القناة الرياضية وعبت يعني طريقة اللي ممكن يتقرأ بها الحدث والحكم اللي ممكن يرادف هذا الحدث وكان مطابقا لكلامي ذكروا رجعوا مع الحدث في اليوتيوب وغيتلقاوا بأن الكلام اللي قلتوا كانوا كانوا صحيح الآن على الويداد أنا أقول وأكرر لو أخذوا بالطرح هذا الجمل اللي جاءت التقارير بأن الويداد رفضت السعينة في العيد فقد تكون ضربة خيبة لا أتمنى هذا وما يتيروا الشك ورما أنهم ممكن أنهم عندهم سبق علينا هذا الإخوة التونسيين وكونوا معلومة الرئيسي اللي عندي هو أن لحد الآن من بعد القرار دي الاتحاد الإفريقي المكسب تنفيذ الاتحاد الإفريقي المنعقل في باريس والراء القاضي بإجبار أو طلب الترجي بإرجاع الكأس والميداليات إلى مقر الاتحاد ووضعهم بين يدي الأمن العملي الاتحاد إلى يومنا هذا ترجي مع مرضة الكساد مع الكأس مع مرضة الميداليات معنى أنهم عندهم شعور بأنهم لا داعي سيذهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر